الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد خوض حرب باردة مع الصين ولكنه مستعد لمحاربتها واقعا وبالسلاح إن هاجمت تايوان هي أول مرة تذكر فيها أمريكا صراحة أنها يمكن أن تقاتل الصين دفاعا عن تايوان ولكن متحدثا باسم البيت الأبيض أكد أن هذا الموقف ليس بجديد وإنما يأتي ضمن الاستراتيجية المتبعة منذ سنوات طويلة للدفاع عن تايوان بحسب مراقبين لم تعد الاستراتيجية الأمريكية تجاه تايوان محاطة بالغموض كما عرفت من قبل وهذا ما أثار غضب الصين ودفع بالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني للرد على تصريحات بايدن المتحد على الالتزام الفعال بمبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين البلدين كما نطالبها بالحذر في أقوالها وأفعالها بشأن قضية تايوان وعدم إرسال أي إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية هناك ولا تزال الصين تصر على أن تايوان جزء منها وتعتبر قضية النزاع مع تايبيه أشد القضايا حساسية في علاقة بكين وواشنطن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين إن قضية تايوان شأن داخلي محض للصين ولا يسمح بأي تدخل أجنبي وعندما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بسيادة الصين لا يوجد مجال للتنازلات تايوان من جهتها أعربت عن قلقها من التوتري في بحر الصين الجنوبي وقالت إن علاقاتها مع بكين تمر بأسوأ حالاتها منذ أكثر من أربعين عاما وضاف وزير الدفاع التايواني أن الصين ستكون قادرة على القيام بغزو شامل لها بحلول 2025 ترجمة نانسي قنقر